ظاهرة غريبة قادمة من السماء لتبدل ملامح الأرض تظهر لأول مرة من قلب الصحراء الكبرى أحداث نادرة وتغيرات غير متوقعة فهل غضبت السماء على كوكب الأرض وما طريق النجاح؟ في قلب الصحراء الكبرى كل شيء يتحول أحداث نادرة تستعد لها تلك الصحراء السماء التي كانت صافية وشديدة الجفاف تتغير فجأة وتصبح مغططا بغيوم سوداء فماذا سيحدث؟ تحذيرات من تحول درامي ليس مجرد خيال بل هو احتمال حقيقي يعكس تأثيرات التغير المناخي على إحدى أكثر المناطق قسوة على الأرض لهذه الظاهرة نادرة قد تتحول الصحراء الكبرى من صحراء إلى فيضان ربما يغير ملامح تلك المنطقة الصحراء الكبرى تطالها التغييرات المفاجئة لكن ذلك التغير قد يؤدي بكارثة كبرى ودول إفريقية وعربية قد تغرق بعض أمطار قد تحدث في الأيام القليلة القادمة التوقعات التي يخشاها العلماء أن منطقة الصحراء الكبرى ستشهده طول كميات قياسية من الأمطار تزيد خمسة أضعاف عن متوسط الأمطار مع ترقب بعض المناطق طول الأمطار لأول مرة على الإطلاق دول إفريقية كثيرة مثل مالي والنائجر والشاد قد تطالها أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية خلال الأيام القادمة خاصة في المناطق الشمالية من هذه الدول التي تشتهر بجفافها وبينما تشهد المناطق الجنوبية في هذه الدول أمطار غزيرة بمتوسط 30 إلى 50 بوص سنويا فإن المناطق الشمالية نادرا ما تشهد مثل هذه الأمطار لكن التوقعات تشير إلى أن ذلك الوضع سيتغير خلال الأيام القادمة تشير التوقعات إلى أن أمطار غزيرة قد تهطر في الأيام القادمة ومن المحتمل أن تصل كمية الأمطار إلى بوصة أو اثنتين في موريتانيا وجنوب الجزائر أيضا كما ستشهد ليبيا بعض الأمطار يبدو أن غضب السماء قد حل بمنطقة الصحراء الكبرى فبعد أن كانت تلك الصحراء حارة وجافة بسبب وجود منطقة ضغط مرتفع تعمل على تثبيت الهواء الدافئ والجاف فوقها تغيرت الظروف وخلال أسبوعين تبدلت الأمور الأسباب والتفسيرات التي وضعها العلماء جراء تغيرات تحدث في قلب الصحراء الكبرى أعادت عوامل ذلك إلى تحرك منطقة منخفضة الضغط شمالا والذي سيؤدي إلى تكون صحب ممطرة وتساقط أمطار غزيرة في مناطق لم يحدث فيها ذلك من قبل فهذه الظاهرة الغريبة تكون مرتبطة أيضا بسبب وراء انخفاض غير متوقع بعدد الأعاصير بالمحيط الأطلسي تغيرات كثيرة تشهدها مناطق عدة في العالم وتختلف من منطقة إلى أخرى وأحداث نادرة تحدث لأول مرة الطبيعة يبدو أنها كشرت عن أنيابها السماء من أعلى تبدل ملامح الأرض فمع التغيرات المناخية الشديدة التي يشهدها العالم بات الخطر يداهم كل مكان والنتائج لن تكون معلومة فهل هناك احتياطات وترقب لما تخبئه الطبيعة من حولنا وما تنذر به السماء من فوقنا الفيديو Jkie G 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